صباح الخير أهلاً بحضراتكم بنسعد بتجد اللقاء معاكم في مستهل اليوم معاكم رغدا بكر طيب في أول اليوم نشوف إيه أكتر موضوع طلع الترند إيه أكتر موضوع الناس بتعلق عليه على السوشل ميديا ومهتمين به سواءً بقى على جوجل على تويتر انستجرام كل منصات السوشل ميديا الترند معنا النهاردة عن أحمد ساعة الفنان أحمد ساعة طلع ترند على كل منصات السوشل ميديا وبتصدر طبعاً مؤشرات البحث على جوجل بعد عقد قرانه على مسنومة الأزياء علياء البسيوني طبعاً بنهنيهم وبنبرك لهم احتفل أحمد ساعة بعقد قرانه واقتصر يمكن الحفل على حضور الأسرة بس ويمكن أحمد ساعة كمان يزوجته وعملوا كده جلسة تصوير بسيطة لطيفة ومسيطرة عليها زي ما نقول كده لون الأبيض لون الفرحة وبالتأكيد كان فيه أجواء رماسية فيه الصور بتبرك لهم مرة تانية واتمنى لهم بالتأكيد السعادة والتوفيق طيب أول تعليق بقى لأحمد ساعة على عقد قرانه طبعاً هو وجه رسالة كده صوتية لكل اللي هدناه بالعقد للقران والتحديداً شكراً لكل الناس اللي بركتلي وفرحتلي وبيقول إنه أحساس حلو نحسش بيه قبل كده أو حس بيه ده أول مرة بيشعر بيه وقال كمان إنه أحساس إنه الناس معاه فرحناله بتحبه بتبركله ده أحساس حلو قوي ويتمنى إن ربنا يرزقهم بالذرية الصلاة طيب ممكن يكون الناس بالنسبة لهم العروس مش معروفة لدى الجمهور أو عامة الناس لكن في أوصات معينة أو وسط الفاني تحديداً ممكن تكون معروفة هذا أعرف مين عليها أبا السوني لكن خلينا نعرف كمان قصة الحب اللي جامعت بين أحمد ساعة وعليها أبا السوني كان خلال شهر يوليو السنة اللي فاتت ظهر معاها فعيد ملادها ويمكن أحيال مطرب الشعب عمر كمال كمان وكان فيه صور كتير شفناهم مع بعض فيها في المناسبة دي ويمكن من وقتها يعني لما ناس شافت الصور كان فيه تساؤلات كتير برضو على السوشال ميديا حول بقى إمكانية دخول أحمد سعدة علاقة عطفية جديدة وإنه تكون دي يعني من نصيبه أو تكون عروسه الجديدة وبالفعل بعد كده تمت خطبتهم وخطب مصنونة الأزياء أو عرض الأزياء عليها بسهر خلال الأشهر الماضية شفنا كمان الثنائي ده طردتهم شائعات كتير جداً الفترة الأخيرة أنه يعني ممكن كان يكون فيه انفصال أو حاجة شبه كده لكن أحمد سعد نفى كل الكلام ده خلال كتير من اللقاءات التلفزيونية اللي ظهر فيها يمكن الفترة اللي فاتت وكان أحمد سعد كمان قبل كده قال فتصفيات خاصة اليوم السابع أنه بيحتفل بعقد قرانه على مصنونة الأزياء عليها بالسوني في جو وبيقتصر فقط على الأسرة وقال خلال فترة مقبلة أنه هيعلن عن حفل الزفاف ومن المقرر أنه يعزم كل بقى صحابه وأصدقائه ومحبيه زي ما قال كان في أغسطس الماضي أعلم بقى أحمد سعد وعلي أبس سوني خطبتهم بعد شهور من شائعات الانفصال حدفوا بالفعل لكل صورهم مع بعض على السوشيل ميديا وذكرت كمان بالمناسبة بعض المواقع الفنية أنهم اتفقوا على أن هم يبعيدوا حياتهم من خاصة عن السوشيل ميديا طيب زي ما قلت في مستهل الكلام نستسأل من هي عليها بالسوني عليها بالسوني بتعدي الزيجة الرضعة للنجم أحمد سعد هو تزوج للمرة الأولى من لبنة بيومي وهي أم يعني أولاده الأثنين وبعد كده تزوج من ريم البرودي والزيجة الثالثة من الفنانة السمعية الخشية طيب أيضاً أحمد سعد انتهى من تسجيل الأغنية الدعائية الفيلم 200 جنيه في الأغنية دي برضو من ألحانه والفيلم بيضم مجموعة كبيرة من النجوم منهم السقا منهم إسعاد يونس منهم هاني رمزي وأحمد رز نيلي كريم ولالي علوي ومخبوط حافظ يعني مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار الحقيقة وبالمناسبة لما كنا نتكلم عن الزيجات يمكن صماية الخشاب نزلت صورة البعض شفت عليقاً على الزيجة بتاعت أحمد سعد كانت نزلت هانبارح على فيسبوك لكن دائماً الجمهور يعني بيكون عنده تكهونات كثيرة نحية الأمور اللي شبه كده يعني نحية أي طرف كان مرتبط بطرف تاني والطرف ده تزوج أو يعني استكمل حياته أو تجاوز الأمر لازم يعني يعضع باله تكهونات كثيرة يعني صحة أو لم تصحة طيب برضو فيه نقطة تانية أنه لازم نشير أنه المطرب أحمد سعد يعني ممكن فقا نجاح جماهير كبير خلال الفترة الأخيرة من خلال أغنية الملوك واللي هي تخطط طبعاً نصب مشاهدتها على يوتيوب احنا متتكلم في حاجة زي العشرين اليوم مشاهدة وده رقم كبير فأكيد جا كمان حاجة لازم نذكرها عن الأعمال الأخيرة ليه كان طبعاً مع عينبة وكان يعني لون جديد أو مختلف على أحمد سعد طيب أما عن العروس من هي علي أبا السوني علي أبا السوني بتعمل في مجال الأزياء المناسبة كمان عندها معرض يمكن واحدة من المناطق الرقية في القاهرة ويمكن كمان علي أبا السوني كتير من الفنانات بل والإعلاميات كمان حارصين أن هما يرتدوا ملابس من تصميمها أو من يعني لمستها الخاصة وزي ما قلنا هي الزوجة الرابعة لأحمد سعد كل التوفيق اليوم بتبرك لكم وطبعاً نرجع نشكركم تانية على المتابعة هذه كانت أول تخطية لنا معاكم صباحاً في مصطل اليوم لكن مازال عندنا المزيد إن شاء الله أولونا أو روقوف تروزيون الرقم السيدة أشكركم تانية أشكركم تانية أشكركم تانية أشكركم تانية ترجمة نانسي قنقر